هذا وتواصل المملكة العربية السعودية الشقيقة جهودها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم مع توفير كافة التسهيلات لمنحهم تجربة دينية وروحانية سلسة وتتواصل هذه الجهود على كافة المستويات لضمان تهيئة كافة سبل الراحة للحجيج مع تزويدهم بالتقنيات الحديثة التي تسهل عليهم الوصول إلى المشاعر المقدسة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية سخرت المملكة العربية السعودية كافة جهودها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام حيث وصل إلى المملكة حتى الآن أكثر من مليون ومائتي ألف حاج من مختلف دول العالم وبهدف تحسين الصحة العامة للحجاج تم استخدام الإسفلت المطاطي المرن في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة مثل الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات حيث إن تقنية الإسفلت المرن تساعد في تخفيف الضغط على كواحل وأقدام الحجاج وتعطي لهم شعورا بالراحة أثناء المشي والرقد ومواصلة لخططها الأمنية والمرورية والتنظيمية دشنت السعودية مراكز مراقبة ميدانية للقوات الخاصة لأمن الطرق مجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة لمراقبة الطرق والمواقع وذلك في إطار الجهود الأمنية الميدانية المتواصلة لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن وضمن خدمتها الإلكترونية التي تشهد تطورا عاما بعد عام تم توزيع عشرات الآلاف من الكتب المدعومة برموز المسح الضوئي للمكتبة الإلكترونية الإسلامية وبعدة لغات بالإضافة إلى توفير نسخ مترجمة لمعاني القرآن الكريم والإرشادات والتعليمات الخاصة بموسم الحج بعدة لغات مطبوعة ومسموعة جهود مستمرة وعمل دؤوب متواصل من قبل المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام لتقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان سلامتهم وأداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة ولتقديم أعلى مستويات العناية والاهتمام بهم